حجمها بحجم ملعب كرة القدم ولا يوجد بها كهرباء ولا ماء سكانها يعيشون على الصيد رغم كل هذا فهي من أكثر الجزر ازدحاما بالسكان فأين موقع تلك الجزيرة؟ وما سر الزحام بها؟ وكيف تعيش من دون وسائل المدينة الحديثة؟ جزيرة صغيرة ومع ذلك فإنها مزدحمة بالحياة إلى حد يصعب استيعابه حيث يعيش فيها أكثر من ألف شخص على مساحة تكادلة تتسع القطوات السائر فيها هذا ليس مجرد خيال بل حقيقة تجسدها جزيرة سانتا كروز ديلي سلوت التي تقع في قلب البحر الكريبي قبالة سواحل كلومبيا جزيرة سانتا كروز ديلي سلوت تعد أكثر الأماكن الفريدة من نوعها على مستوى العالم ففيها لا يوجد سيارات ولا كهرباء مستمرة ولا مياه عذبة ومع ذلك يعيش سكانها بروح جماعية استثنائية متحدين الطبيعة ليبنوا مجتمعا نابضا بالحياة وربما السعادة على هذه الجزيرة الصغيرة الغريب في هذه الجزيرة أن حجمها يعادل حجم ملعب كرة القدم ويبلغ عدد سكانها ألفا ومئتي شخص وفقا لبعض التقديرات يوفنال أحد السكان الذين عايشوا على أرض هذه الجزيرة طيلة حياته يرى أن عدد سكانها في أفضل أحواله لا يتعدى بعمئة نسمة أثبت سكان تلك الجزيرة أنهم قادرون على التكيف والتحدي والبقاء بأقل الإمكانيات المتاحة دون الحاجة إلى الوسائل المتطورة الأخرى التي تتوائم مع تطور التكنولوجي الحالي في العالم فهم يعيشون حياة بدائية إلى أقصى حد توفر الجزيرة لسكانها نوما هادئا دون ضجيب أو حتى ظهور البعوض الذي لا يظهر فيها أبدا نتيجة انتشار أشجار المانغروف وقيل بأن صيادين من جزر مجاورة قرروا البقاء في جزيرة سانتا كروز دي لسلوت بشكل دائم بعد قضائهم ليلة فيها وذلك بعد إدراكهم خلو المكان من البعوض ومن أكثر الأشياء غرابة أن تلك الجزيرة تتمتع بحياة شوارعها نشطة فيها مجموعة من الصغار يرقضون بحرية ويلعبون ألعاب الشوارع التقليدية ويستمع الشباب إلى موسيقى الرابء باللغة الإسبانية بأعلى صوت بينما يجلس الكبار في الظل ويتحدثون عن الرياضة وتحضير الطعام يستخدم سكان جزيرة سانتا كروز دي لسلوت وسائل مختلفة لتوليد الكهرباء فيعتمدون على الألواح الشمسية ورغم محاولتهم العيش حياة صحية ولأنهم يعانون أيضا من القمامة على الرغم من وجود شركة تنظيف متعاقدة على الجزيرة ومن غرائب الجزيرة أيضا أنها لا تحوي في أرضها مقابر ويتم دفن الراحلين في جزيرة قريبة يعيش سكان تلك الجزيرة على الصيد والسياحة لكن معظمهم يعملون في منتجعات الجزر المحيطة وفي هذا المكان لا توجد مخالفة واحدة للقوانين فأنت تعيش على اتصال مع الطبيعة وتأخذ ما يقدمه البحر كما أنها تعتبر واحة موجة تحيط بها المياه النقية الصافية والجزر الصغيرة الجميلة التي يمكن التنزه منها ويتم توفير مياه الشرب كل ثلاثة أسابيع من قبل سفن البحرية القولمبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر